ستة وعشرون حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في ليبيا الأحد الموافق للحاد وثلاثين من مايو حسب البيان السادس والثمانين الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفصل المركز تطورات الوضع الوبائي بعد استلامه أربعمائة وخمسة وسبعين عينة منها أربعة عشر حالة مجبة لمخالطين في مدينة سبهة وثلاثة حالات جديدة من نفس المدينة وحالة واحدة لمخالط عائد من تركيا إضافة إلى ثمان حالات عائدة من السفر من السعودية تم عزلهم في أحد المراكز المخصصة بطرابلس فيما تم حز كافة المسافرين بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم فيما تم شفاء حالتين لشخصين عائدين من السفر وأوضح المركز أن عدد الإصابات وصل إلى مائة وستة وخمسين إصابة تسعة وتسعون منها حالات نشطة فيما تعافى ثنين وخمسين شخصا واستقر عدد الوفيات عند خمس حالات المركز أهاب بالمواطنين المقيمين في مدينة سبهة بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة المتمثلة في حظر تجول داخل المدينة والحجر المنزلي وضرورة التباعد الاجتماعي مع الاستمرار في عملية التعقيم والنظافة الشخصية وعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي فيها